أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نكمل في هذا المجلس ما بداناه في تفسير سورة الأنعام وقد وقفنا عند قول الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا تقدم معنا في المجالس السابقة الحديث عن سبب تسمية سورة الأنعام بهذا الاسم وفي هذا الآيات التي معنا الآن أيضا عودة إلى هذا المعنى وهو أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن وقوع المشركين في الشرك وتحريمهم وتحليلهم بغير ما أحل الله وما حرم الله فيما يتعلق بالأنعام وذبحها وأكل لحومها ونحو ذلك فيقول الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله يعني وجعل هؤلاء المشركون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ذرأ يعني خلق وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث من الحرث يعني من الثمار والتي تنبت من آثار الحرث والأنعام والأنعام المقصود بها الإبل والبقر والغنم والمعز نصيبا يعني فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا يعني جعلوا نصيبا من هذه الأنعام ونصيبا من هذا الحرث ومن هذه الثمرة قالوا هذا لله وجعلوا نصيبا آخر وقالوا هذا لآلهتنا فما كان لشركائهم يعني للأصنام والآلهة فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم كيف يعني إذا أصاب مثلا الجزء الذي خصصه هؤلاء المشركون لآلهتهم أصابه شيء مرض هلاك قالوا نأخذ من الجزء الذي خصصناه لله ونضعه لهذه الآلهة لأن الله غني وما هو في حاجة إلى فهم يعاكسون أنفسهم بأنفسهم وإذا أصيب الجزء الذي خصصوه لله بآفة أو شيء من ذلك فإنهم لا يأخذون مما خصصوه لآلهتهم شيء ويعيدونه هنا وفي هذا إقرار منهم بأن الله غني عن ما يفعلونه فالفطرة سبحان الله العظيم تنازعهم الفطرة التي ركزها الله في الخلق من فطرة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى تنازعهم حتى في مثل هذه القضايا ولا شك أن هذا من شركهم ومن كذبهم على الله سبحانه وتعالى لأنهم يخصصون شيئا من هذه الذبائح للآلهة وهذا أمر حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم قال وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون يعني بئس هذا الحكم وبئس هذا المنهج الذي يسيرون عليه فإن ليس فيه من العدل وليس فيه إنصاف وقد يقول قائل يعني هم يذبحون لله أصلا هل هم يذبحون لله ويخصصون لله شيء فنقول هم بقيت فيهم بقية من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الذبح لله ونحو ذلك لكنهم يشركون مع الله غيره فلذلك حبطت هذه الأعمال التي يعملون ثم قال وَكَذَلِكَ زَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُمْ عفواً وَكَذَلِكَ زَيَّنَ الفاعل هو قوله شركاؤهم يعني وَكَذَلِكَ زَيَّنَ يعني زَيَّنَ الشُرَكَاءَ الَّذِينَ يُشْرِكُوا بِهِمْ هَأُولَا زَيَّنُوا لَهُمْ مَاذَا قال زَيَّنُوا لَهُمْ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ خَوْفًا مِنَ الْفَقْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قال وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم لأن بعضهم كان يلجأ إلى قتل ابنه خوفا من الفقر فحرم الله ذلك عليهم وذكر الله أن المشركين قد زين لهم قتل أولادهم وظنوا أن سبب ما هم فيه من الفقر أو نحو ذلك هو بسبب هؤلاء الأولاد فقال وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ونظام الكلام وكذلك زين شركاؤهم فيكون الشركاء هنا فاعل لكثير من المشركين قتل أولادهم قتل أولادهم مفعول به يعني زينوا قتل أولادهم لماذا قال ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم أي ليوقعوهم في الخسران والردى وليخلطوا عليهم دينهم بالباطل ويشوهوا دينهم ويوقعوهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى قال وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى يكرر هذا المعنى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَلَوْ شَاءَ إشارة أيها الأخوة إلى أن ما فيه الناس من الكفر والتكذيب والضلال هو بقدر الله سبحانه وتعالى الكوني ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى ابتلاءً لهم وابتلاءً بهم وابتلاءً للمؤمنين في دعوتهم وابتلاء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوت هؤلاء فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وينبغي للمؤمن أن يتعامل مع هذه القضايا وفق هذه القواعد التي يبينها الله الله سبحانه وتعالى لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ولا كان في حاجة رسل ولا شيء ولكن الله أراد أن يبتل الرسل هل يبلغون؟ ويبتل الأقوام هل يصدقون؟ أو يكذبون؟ ويبتل الذين آمنوا هل يدعون إلى الله ويصبرون إذا أوذوا في سبيله؟ ولذلك تجدون البلاء منصوص عليه في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ألف لام ميم سورة عن كبوت عن الابتلاء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا لا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لازم اختبارات اختبارات وراء اختبارات وبعضها أقسى من بعض ويكون اختبار المرء وابتلاءه على قدر إيمانه ولذلك يكون أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم الأمثل فالأمثل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت أصحابه ويقول لهم إنكم قوم تستعجلون عندما شكوا إليه ما هم فيه من الظلم والتعذيب قال إنكم قوم تستعجلون لقد كان يؤتى بالرجل من من كان قبلكم يمشط ما بين جلده وعظمه بالأمشاط فما يصده ذلك عن دينه الله أكبر ماذا تعرض له الواحد مننا في سبيله الله سبحانه وتعالى والواحد مننا يتقاعس عن الصلاة مع الجماعة ويتقاعس عن ركعات السنن الراتبة ويتقاعس عن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها ويعني يريد الفردوس الأعلى وهذا الحقيقة من تقصيرنا ومن يعني التفريط فيقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولا تأخذك الحسرة والشفقة عليهم فهم قوم قد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بذلك ثم يذكر الله سبحانه وتعالى من شرك هؤلاء المشركين في الأنعام فيقول وقالوا هذه أنعام وحرث يعني ينظر كيف يقسمون هذه وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون هذه كما ذكر ابن عباس يقول من أراد أن يعرف ضلال العرب فليقرأ الآيات بعد الثلاثين والمئة من سورة الأنعام حتى تشوف يعني سفاهة المشركين من العرب وسخافة عقولهم فانظر ماذا يصنعون ويقسمون الأنعام ويقولون هذه محرمة لا نركبها وهذه محرمة لا نأكل من لحمها وهذه حجر يعني محرمة وقالوا هذه أنعام وحرث حجر محرمة محجورة كما قال في سورة الفرقان ويقولون حجرا محجورة لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وهذا بغير أمر من الله سبحانه وتعالى وإنما بأهوائهم وشهواتهم كما قال في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل هذه هي نفس المعاني التي يذكرها هنا السائبة ما جعل الله من بحيرة البحيرة قالوا هي الناقة التي تحمل عشرة أبطن أو بطون فيسيبونها فيشقون أذنها ويتركونها ويقولون هذه لا تركب ولا تحلب خلاص هذه تبقى محرمة فيهدرون بذلك الأموال على غير وجهها ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام والحام هو الذكر أيضا الذي يحمون ظهره عن الركوب ويتركونه هكذا وليس ذلك من باب تقديم الهدي إلى الكعبة مثلا كما يفعل المسلمون يهدون إلى الكعبة فيلحرونها ويطعمون الفقراء وإنما يتركونها ويسيبونها ويتركونها هكذا من باب الإهدار المال والجاهلية فالله سبحانه وتعالى يذكر هنا وقالوا هذه أنعام حرث وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه وأنعام حرمت ظهورها يعني لا تركب مثل الحام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون تهديد له وقالوا انظر أيضا إلى تحكمهم في الأنعام وهذا من أسباب تسمية السورة بالأنعام أنها دخل الشرك في هذا الباب فيذبحون لغير الله ويحرمون ما لم يحرم الله ويحللون ما حرم الله وهكذا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا جاهلية يعني يقولون الذي تلده هذه الإبل أو هذه البقر خالصة للأولاد فقط الذكور ومحرم على أزواجنا يعني على الإناث وهذه نزعة جاهلية ما زالت في بعض الناس اليوم بعض الناس اليوم يوصي للأبناء ويحرم البنات مثلا فهذه من بقايا هذه الجاهلية فهؤلاء يقولون هذه الأنعام أربعين خمسين مثلا جزء محدد من الإبل مثلا أو من البقر ما تلده هذه الإبل أو هذه البقر فهو خالص للأبناء فقط وأما البنات فلا يدخلون في ذلك وإن يكن ميتة فإذا ولد ميتا أو كان ميتا يريدون أن يقتسموها فهم فيه شركاء قالوا هذا يعطوا البنات منه ما فيه مشكلة وهذا من أخلاق الجاهلية وظلم الجاهلية الذي كان سائدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المفترض أنها تبرز اليوم كيف أن الإسلام جاء لإنصاف المرأة المرأة كانت مضطهدة في الجاهلية كثيرا والإسلام جاء لرفع مكانتها وإعطائها حقه وهذا من ذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن يكن ميتة يعني وإن يكن هذا الخارج من بطون هذه الأنعام ميتة فهم فيه شركاء أي الأبناء والبنات سيجزيهم وصفهم يعني سوف يجازيهم الله على كذبهم هذا وافترائهم والوصف هنا هو الكذب إنه حكيم عليم ولاحظوا كيف تكررت في أكثر من موضع إنه حكيم عليم إنه حكيم عليم فالله سبحانه وتعالى لا يحكم بهذه الأحكام ولا يقرر هذه العقوبات إلا لحكمته سبحانه وتعالى وعلمه ثم يقول قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين يقرر الله سبحانه وتعالى أن ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتل أبنائهم بغير حق إما خشية الفقر والإملاق ونحو ذلك أو لغير ذلك من الأسباب فإنهم كانوا في ضلال وما كانوا على هداية وأنهم أيضا في تحريمهم ما رزقهم الله من الأنعام بغير حق أنهم كانوا في ضلال أيضا ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أدلة من أدلة ربوبيته لاحظوا أنه سبحانه وتعالى يذكر أدلة من أدلة الربوبية ثم يذكر الآلهة واستحقاق للعبودية ثم يذكر أيضا أدلة أخرى ويعقب عليها باستحقاقه للألوهية فالاستدلال هنا لاحظوا يا شباب في سورة الأنعام الاستدلال بالربوبية على الألوهية كثير جدا يعني لو سألتكم فقلت اذكر لي ثلاثة أدلة أو أربعة أو عشرة مما استدل الله به في سورة الأنعام من أدلة الربوبية على الألوهية فكثير جدا كما تلاحظون هنا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات الجنات قلت لكم أنها البساتين المعروشة التي لا ساق لها عفوا المعروشة التي تنتشر على الصخور مثل العنب مثلا وبعض النباتات تنتشر وتتسلق الجدران فهذا يسمونها العريش وغير معروشات يعني لها جذوع والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها غير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يا سلام شوفوا هذه الآية العظيمة يمتن الله فيها بخلقه لهذه النباتات المعروشات وغير معروشات والمعروشات كما قلت لكم هي التي تنتشر على سطح الأرض وتذهب يمينا ويسارا ويدخل مثل العنب مثلا هو يعتبر من المعروشات والنخل أي أيضا هو الذي أنشأه وخلقه والزرع ما يزرع أيضا من كل الفواكه ويدخل فيه الزرع مختلفا أكله يعني ما أكثر الأنواع والأصناف التي يأكلها البشر من هذه المزرعات يدخل فيها أشياء كثيرة مختلفا أكله يعني طعمه والزيتون والرمان أي خص الله أيضا الزيتون والرمان لما فيهما من الفضائل وهذا من باب تخصيص بعد التعميم متشابها وغير متشابه يعني هناك تتشابه هذه الأشجار في ورقها في لونها في طعمها وأيضا تختلف فتجد أحيانا النباتات متشابهة مع أنها مختلفة من حيث النوع يعني مثلا شجرة رمان وشجرة مثلا خوخة أو نحو ذلك تجد فيه تشابه في بعضها في أوراقها وإن كانت مختلفة من حيث الطعم ومن حيث اللون إلى آخره وتجد أيضا النباتات هي نفس الفصيلة مثلا النخيل نفسه ولكنه يتفاوت من حيث الثمر مع أنه يسقى بماء واحد وكل هذا من دلائل عظمته سبحانه وتعالى ومن دلائل ربوبيته وخلقه وهذا أيضا يستلزم ألوهيته وهو أنه هو المستحق للعبادة كلوا من ثمره إذا أثمر يعني هذه النباتات وهذه المزرعات كلوا من ثمره وتلاحظون أيها الإخوة أن الحلال أوسع من الحرام الحلال كثير جدا والأصل في النباتات وفي الأطعمة الحل والحرام مفصل ولذلك قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الذي حرم عليكم واضح واحد اثنين ثلاثة أربعة بس محدد أما الحلال فهو الباقي وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى تذكرون في سورة الأنعام أننا قلنا أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام عفوا في المائدة عفوا سورة المائدة لا تلومون يعني اختلطت علينا في آخر المحاضرات نفوت فيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام ما العلاقة بين الأمر بالوفاء بالعقود وتحليل بهيمة الأنعام يعني كأنها علاقة بعيدة لمن ينظر إليها بسرعة لكن العلاقة قوية جدا أن الله يقول أوفوا بالعقود أيها المؤمنون فإن وفاءكم بالعقود والتزامكم بها سوف يوسع لكم دائرة الحلال ويضيق دائرة الحرام بخلاف اليهود الذين أكثروا من نقض العقود والعهود فضيق الله عليهم دائرة الحلال وحرم عليهم أشياء هي حلال لغيرهم فكذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وهذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض الذي درس الفقه هذه دليل على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض يعني بنصابه المعروف ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين نهي عن الإسراف والإسراف هو مجاوزة الحد المأذون فيه وهذا من كمال الشريعة أيها الأخوة أنك حتى ولو كان عندك مال كثير فلا تسرف ولذلك ورد يعني في الأثر لا تسرف ولو كنت على نهر جار مع أن هذا ليس من ظنة الإسراف صح؟ يعني على نهر جار وش بتسرف يعني وش تسوي؟ لكن حتى في هذا الموطن لا تسرف وهذا تعليم لنا فكيف إذا كنت تجلب الماء من آخر الدنيا وتخسر أموال طائلة حتى تحلي فهذا من باب أولى قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين انظروا إلى هذا الأسلوب البليغ وهذا موجود في القرآن الكريم بكثرة إنه لا يحب المسرفين إنه لا يحب الظالمين إنه لا يحب الكافرين هذا كله في تبغيض هذه الأمور وهذه الأخلاق إنه لا يحب المسرفين وإذا كنت مؤمنا فإنك تتجنب ما لا يحبه الله وتحرص على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ثم قال وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَاءَ يعني يقول هنا وهو الذي أنشأ جنات معروشات ثم يقول في الآية التي بعدها وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَاءَ يعني وأنشأ لكم من الأنعام حمولةً وفرشة الحمولة هي الأنعام التي يركب عليها مثل ماذا؟ مثل الإبل مثل البغال الحمير الأحصنة نعم وفرشة الفرش هو ما يذبح ويؤكل سماه الله فرشاً نعم قالوا لأنه يفرش ويذبح وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَاءَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُّبِينَ ما أجمل هذه الآية يا أخوة أنظروا عندما يقول بعد أن ذكر صنيع هؤلاء المشركين وأنهم يحرمون ما أحل الله لهم في هذه الأنعام وأنهم يذبحونها ولا يذكرون اسم الله عليها وأنهم يخصصون يعني كل هذه التصرفات تصرفات محرمة وما أنزل الله بها من سلطان طيب ما المطلوب يا رب قال أنتم في سعة وأنتم قد أحللنا لكم ما حرمنا على غيركم وقد وسعنا عليكم فقال كلوا مما رزقكم الله فهو رزق من الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان آسلام ما أجمل هذا التعبير الشيطان هو الذي يصنع كل هذا هو الذي جرف المشركين لما هم فيه هو الذي زين لهم قتل أولادهم سفها بغير علم هو الذي جعلهم يحرمون ما في بطون هذه الأنعام وهو الذي جعلهم يخصصون ما في بطون هذه الأنعام للأبناء دون البنات وهكذا فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولم يقل ولا تتبعوا الشيطان لأن الشيطان أيها الأخوة ذكي وداهية لا يطلم منك أنك تدخل في الكفر مباشرة لأنه يعرف أنه سوف يصدمك بهذا الطلب ولكنه يزين لك الباطل خطوة خطوة وكذلك يصنع حتى أتباع الشيطان خطوة خطوة ولذلك الله دائما يحذر ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فحذرنا الله سبحانه وتعالى من اتباع خطوات الشيطان ولم يحذرنا من اتباع الشيطان وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي عليه أيها الأخوة أن يكون حذرا أشد الحذر من أي شبهة يعني تجعله يضع قدمه على طريق الشيطان لا تتهاون في المعاصي وفي الصغائر فإنها باب إلى الكبائر لا تتهاون في الشبهات فإنها سوف تأخذك إلى المحرمات الواضحات وهكذا ولذلك قال فلا تتبعوا خطوات الشيطان في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وقال في آية أخرى ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر من هو الذي يأمر بالفحشاء والمنكر الشيطان ولا الذي يتبع خطوات الشيطان كلها يعني الآية تحت من المعنين ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يعني فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر صحيح وبالتالي يصبح من يتبعه يأمر بالفحشاء والمنكر مثله أو ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يصبح يأمر بالفحشاء والمنكر كما قال الشاعر يقول وكنتم رأى من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي لأن التطور أصبح عنده الحزام الأسود كما يقولون فيه فكذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريمه وفي تحليله ما أحل الله وما حرم الله يعني هؤلاء المشركين ما كانوا بهذه الطريقة ولكن مع الزمن أصبحوا يعبدون الأصنام ويسجدون لها من غدون الله قبل أن يأتي عمر بن الحي بالأصنام ما كانوا يعبدون الأصنام ولا يعرفونها لكن تطورت المسألة خطوة خطوة حتى جاء بالأصنام ثم بدأوا يستوردونها بكميات كبيرة ثم بدأوا يصنعونها يصبح فيه تصنيع محلي للأصنام حتى أصبح كل واحد في بيت الصنام ثم أصبح بعضهم أيضا يصنع أصنام خفيفة للسفر عجوة ولذلك يقولون أنا لا أدري لست متأكد أنا أهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقولون أن يضحك يوما فقال له ما يضحكك يا أمير المل قال يعني تذكرت صنما في الجاهلية كنت أعبده في الجاهلية من عجوة فلما جعت أكلته نعم فانظر يعني إلى سفاهة الجهل والشرك والخذلان المشرك ثم يقول إنه لكم عدو مبين أي الشيطان وهذه أيها الأخوة بالرغم من التحذيرات الشديدة لنا في القرآن الكريم يعني القرآن الكريم مليء بالتحذير من الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولكن من أصحاب السعير وبالرغم من ذلك تجدنا للأسف الشديد لا نستجيب لهذا النهي ويتبع كثير مننا الشيطان فأنا يقول يقول لعمر بن أو يقول للمثقب العبد وهو شاعر من شعراء الجاهلية في قصيدة جميلة نونية يقول فيها إلى عمر ومن عمر أتتني أخي إلى عمر ومن عمر أتتني أخي النجداتي والحلم الرصيني فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني وإلا فاتطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني يعني يطلب منها أن يكون واضح إما أن تكون أخي بحق أعرف أتعامل معك وإلا فاتطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني الشيطان الله سبحانه وتعالى وضح لنا أنه عدو لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو ولكن نحن نرفض ونتخذه صديقا وكثير مننا فعلا يستجيب للشيطان فيما يأمره به كأنه هو الولي الذي أمره الله باتباع ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثمانية أزواج يعني يأتينا الآن تفاصيل الأنعام التي مرت بنا ثمانية أزواج أي هذه الأنعام ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين من الضأن اثنين يعني الذكر الأنثى الضأن الخروف والنعجه ومن المعز اثنين اللي هم التيس والعنزه ماشاء الله عليك قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ما عندكم علم وأنتم تحرمون بغير دليل هذا خطاب للمشركين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين الإبل اثنين الناقة والجمل ومن البقر اثنين البقرة والثور قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين هذا طبعا سؤال استنكاري للمشركين يعني أنتم يا أولا المشركون الذين تحرمون هذه الأجناس وتحللون بهواكم دون دليل ودون حجة من أين أتاكم هذا التحريم وهذا التحليل أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا هل الله وصاكم بهذا وتشهدون على أن الله قد وصاكم بهذا أيضا هذا غير صحيح فمن أظلم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم شوفوا التعقيب أن الله سبحانه وتعالى يقول ليس هناك وصية من الله ليس هناك تشريع من الله بما تفعلون من التحريم والتحليل في هذه الأنعام وإنما هو افتراء محظ على الله سبحانه وتعالى فيقول فمن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ثم يقول قل لا أجد يا محمد قل لا أجد فيما أوحي إلي يعني من القرآن محرما يعني لا أجد في القرآن الكريم طعاما محرما عليكم على طاعم يطعمه يعني على أي واحد ممن يأكل هذا الطعام إلا أشياء محدودة إلا أن يكون ميتة هذا محرم أو دما مسفوحا هذا محرم أو لحم خنزير فإنه محرم فإنه رجز يعني لحم الخنزير أو فسقا أهل لغير الله به يعني أو شيء ذبح على غير اسم الله يرحمك الله أو فسقا يعني لاحظوا الكلام القرآن الكريم بين أيديكم يعني معنى الكلام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه طاعم يطعمه يعني آكل يأكله إلا أن يكون هذا المحرم أو هذا الطعام ميتة فهو محرم أو دما مسفوحا فهو محرم أو لحم خنزير فإنه رجس يعني رجس ونجس فهو محرم أيضا أو فسقا أو يكون هذا المأكول أو هذا الطعام فسقا أهل لغير الله به يعني ذبح على غير اسم الله فهو محرم فمن اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات بشرط غير باغ ولا عاد يعني غير باغ متجاوز لحد الضرورة والحاجة ولا عاد أن يأكل المحرم وهو يجد في الحلال مندوحة فإن ربك غفور رحيم ماذا تريدون أكثر من هذه الساعة أليس كذلك يعني الله سبحانه وتعالى وسع عليكم الحلال وضيق الحرام حتى هذا الحرام الذي ضيقه الله سبحانه وتعالى أباحه لكم في حال الضرورة ماذا تريدون أكثر من ذلك ثم قال يصف لنا حال اليهود لأنهم كانوا أصحاب نقض للعهود ولا زالوا ينقضون العهود إلى بكرة هم أصحاب نقض للعهود قال وعلى الذين هادوا حرمنا أنتوا أعطيناكم أحللنا لكم نعم لماذا جاءت كذا أنا أقول لك أنا توقعت أني شرحتها الآن يعني أنا الآن أقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة حلو يعني إلا أن يكون هذا الطعام ميتة مفعول به أو دمًا مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا فإنه رجس هذه زي ما تقول وصف الخنزير فقط أو فسقا هذه معطوفة على دمًا مسفوحا أو ميتة إلى آخر واضحة هذه يا شباب أي نعم خبر كان إن يكون ميتة وعلى الذين هادوا يعني على اليهود حرمنا كل ذي ظفر أيوة لاحظوا الآن قارنوا بين المسلمين وبين اليهود كيف وسع الله على المسلمين وضيق على اليهود لماذا وسع على المسلمين لأنهم أهل وفاء بالعهود واستجابة وانقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وضيق الله على اليهود لأنهم ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر يعني كل حيوان من أصحاب من دوات الظفر محرم عليهم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الشحم محرم يعني البقر والغنم لا يأكلون شحومهما إلا ما حملت ظهورهما يعني الشحم الذي يختلط بالظهور فهذا يعني معفوه أو الحوايا الحوايا هي التي البطن كله يعني نعم بالضبط أحسنت المصارين وهذه الأمعاء أحسنت يوني أبغى كلمة عربية الأمعاء نعم الأمعاء هذه الحوايا هذا المقصد بالحوايا فما يختلط بها من الشحم أيضا معفوهن عنه يعني لاحظوا الآن أصبحت بالعكس يعني المؤمن الآن حلال لك الذبيحة كاملة الدم المسفوح حرام لكن الدم الذي يبقى في العروق فهذا لا بأس به هؤلاء حرم عليهم الشحوم وإلا ما كان في إخراجه مشقة شديدة مما يختلط بالحوايا والباطن أو كان بالظهور قال أو ما اختلط بعظم لاحظوا كم سيكون في ذلك من المشقة حتى ينقي الذبيحة من الشحوم ذلك جزيناهم ببغيهم يا سلام لماذا يا ربي كل هذا التضييق على اليهود قال ذلك جزيناهم ببغيهم بسبب بغيهم وظلمهم وتجاوزهم ونقضهم وإنا لصادقون يعني ما ظلمناهم وإنا لصادقون فيما فيما يعني فيما قررنا أو فيما فعلنا بهم فإن كذبوك يا محمد فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين يعني فإن كذبك هؤلاء المشركون فيما جئت به يا محمد فأعرض عنهم وقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة فمن شاء هدى ومن شاء ظل ولا يرد بأسه إذا أراد بأحد سوءا عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعونا إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصوا المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن لو شاء الله ما أشركنا فنحن في شركنا بأمر الله وبقضاء الله يحتجون بهذا على صحة ما هم فيه من الشرك نعم طبعا كلامهم له جانب صحيح وجانب باطل وهم يريدون به الجانب الباطل ولذلك رد الله كلامه فهم يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا وهم صحيح فعلا لو شاء الله ما أشركوا ولكن لأن الله يعلم من عدواء عتوهم وعنادهم وتكذيبهم أنهم لن يؤمنوا ولذلك كتب الله عليهم الكفر وحرم عليهم الإيمان فيقول الله سبحانه وتعالى قل لهم ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء يعني كل الذي نفعله بمشيئة الله لكنهم يقولون ذلك يعني من باب إثبات أنهم على حق وأنهم على خير فيما يفعلون فقال الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا يعني كذلك كانت حجة المكذبين الكافرين المعاندين من قبلهم من الأمم كانوا يقولون أننا نكفر ونكذب بمشيئة الله وتقديره لنا ونحن يعني لا ذنب لنا يقولون هذا من باب الاحتجاج على ما هم فيه من الباطل والتكذيب والله سبحانه وتعالى لعلمه بعتوهم وكذبهم عاقبهم بحرمانهم من الإيمان وكتب عليهم الكفر والموت عليه حتى ذاقوا بأسنا أي عذابنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أي أنتم يا أيها المشركون تتبعون الظن والوهم وليس عندكم من دليل وحجة وبرهان وسورة الأنعام كما قلنا ونكرر هي سورة البرهان والحجة وهؤلاء المشركون لا برهان لهم ولا حجة وصف سطة وهذا هو شأن المكذبين أيها الأخوة في كل زمان ومكان تعالوا اليوم وتأملوا في الكفار من اليهود والنصارى والملل المنحرفة الرافضة الشيوعية الملحدين استمعوا إلى حججهم وأدلتهم على صحة ما هم فيه تجد أنها كلها حجج باطلة ويأتي بعد ذلك فيقول قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين الحجة الحقيقية والبرهان الحقيقي قد جاءت به الأنبياء والمرسلون عن الله سبحانه وتعالى وما أنتم فيه أيها المكذبون المشركون حجج باطلة وداحظة وغير مقنعة فلو شاء لهداكم أجمعين أي لو علم الله فيكم خيرا لهداكم أجمعين ولكن الله قد علم فيكم من العناد والكفر ما جعله يجعلكم يحول بينكم وبين الاستجابة والإيمان ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل هلما شهداءكم أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أحضروا شهداءكم هلما شهداءكم يعني أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا أنتم تقولون حرمنا عليهم حرمنا هذه على أزواجنا وهذه محرمة على الأبناء طيب جيبونا شهود يشهدون على هذا قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ولكن المشكلة أنك تجد من المكذبين الظالمين من يشهد فيقول الله سبحانه وتعالى فإن شهدوا فلا تشهد معه لأن هؤلاء يستمرئون الكذب ويستحلون الكذب على الله ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يتبع أهواء هؤلاء المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون يعني يعدلون يعني يجعلون مع الله آلهة أخرى تعادله يعني يساوون نعم أحسنت يعني بربهم يعدلون يساوون ومنه قوله ولذلك قال الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يساوون به غيره يعني وهي مأخوذة من عدل البعير عدل البعير هو يعني التوازن الذي يكون في حمل البعير فهذا هو العدل لذلك يقول ولا يؤخذ منها عدل يعني يعني فدية يوم القيامة فكذلك هنا قال بربهم يعدلون يعني يساوون به غيره نعم يجعلون له عديل نعم أيه أحسنت نعم ومنه العديل يعني الذي يتزوج أخت زوجته يسمى عديله هذه فائدة من فضيلة الشيخ نتوقف عند الآية 150 أيها والإخوة وهي نهاية هذا المجلس ونكمل بإذن الله في المجلس الأخير من سورة الأنعام وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر